اخير الناس دخولا للجنة و اقل الناس نعيما في الجنة تدرون ما نعيمه نعيمه ان يعطيه الله ان يعطيه الله الجنة منذ ان يعطيه الله مثل الدنيا منذ ان خلقها الى ان افناها تصوروا نعيم الدنيا النعيم الذي جعله الله في الدنيا منذ ان خلقها الى ان افناها وعشرة اضعافه هذا اعلى الناس نعيما في الجنة لا والله هذا اقلهم وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصته بامر عجيب وذلك ان الله يعطيه نوره في ابهام قدمه يوم القيامة فيطفئ حينا ويضيء حينا فيأتي الصراط يحبو تعلق يد وتخر يد تعلق يد وتخر يد تعلق رجل وتخر رجل حتى ينجو فاذا نجى نظر الى النار وما فيها فقال الحمد لله لقد اعطاني الله ما لم يعطي احدا من العالمين حيث نجاني من هذه فيأخذ الى غدير فيغسل فيه فيعود له ريح اهل الجنة ولون اهل الجنة فينظر الى الجنة من خلل الباب من خلل باب الجنة فيرى الجنة فيقول ربي ادخلني الجنة فيقول الله عز وجل اتسأل الجنة وقد انجيتك من النار الله يقول له انت الان تقول لقد اعطيت شيئا لم يعطيه احد لان لان الله نجاني من النار الان تسأل الجنة قال رب اجعل بيني وبينها حجابا لا اسمع حسيسها يعني بيني وبين النار التي خلفي اجعل بيني وبينها حجاب فيقال ادخل الجنة فيدخل الجنة في يعترغه دار فاذا رآه خر ساجد فيقال ماذا فيقول قد رأيت ربي فيقال هذا بيت من بيوتك في الجنة فينطلق فيرى رجلا فيتهيى لتعظيمه فيقال ماذا فيقول انك ملك من ملائكة ربي فيقول انا عبد من عبيدك ثم يعطيها الله عز وجل الدنيا مثل الدنيا منذ ان خلقها الى ان افناها وعشرت اضعافها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة